السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم معنا في فيديو جديد جوج ديال الشقين كان في الفيديو أولا إلغاء الرحلات شمال نهار وعلاش غادي نشوفوا التفاصيل وكذلك غادي نشوفوا النصائح ديال الوزارة الصحة والحماية الاجتماعية للمسافرين إلى المناطق اللي كتعرف انتشار كبير لحشارة بق الفراش بالخصوص يعني نحن كنا نذهب على فرنسا النصائح ديال الوزارات الصحة قسمتهم إلى أولا قبل ما تصفر نحن كدعمل قبل ما تصفر ثانيا خلال السفر والإقامة يعني من اللي تكون مسافر والإقامة ديالك في الدول وما يقولون الدول ولكن إلى فرنسا رمعروفة فرنسا هي اللي دبا مجربة بهذا البق هذا وكذلك نصائح داخل الغرفة كيف يجب تصرف الغرفة ديال العوطل و الناس اللي انت معهم وكذلك النصائح ديال الإجراءات اللي خصتك تعمل من اللي ترجع للمغرب فانبدو أول حاجة قبل السفر فقبل ما تصفر وزارة الصحة تنصحك أنك تستعمل واحد حقيبة ذات ألوان فاتحة لتسهيل الكشف السريع لتواجد الحشرات يعني تكون عندك الحقيبة من لون أبيض لون أخضر فاتح لون أصفر فاتح لأن الحشرات اللون ديالها أحمر غامق أو قهوة فباش تشوفها لك في الحقيبة تفضيل الحقائب المصنوعة من البلاستيك السرب التي يسهل غسلها يعني ما يكون عندك الحقيبة حتى إذا يعني كان فيها شي حاجة وحتى شي تغسلها فالبلاستيك ده غياب الماء واللخية والصابون يعني الآثار ديال شي حاجة اللي قدر الله وكانت شفتك الحقيبة هناك ينصحوا الناس بأنهم يأخذوا أكياس بيضاء ذات سعة كبيرة إن أمكان لعزل الملابس على سبيل المتال كنظرنا بغوا يقولوا الميكات والبلاستيك ديال شفافة باش نفس الشي يعني تعمل فيها الحويج اللي استخدمتي والحويج اللي باقنقية باش إذا كان عاوسا نقذ ذاك الحشرة فكتشفها وكتشوفها بالعين المجردة وهنا بطبيعة الحال البحث وتتوخي الحضر أثناء اختيار مكان لإقامة يعني للكم سافر تشوف الناس واش يضروع لديك البلاسة واش فيها هاد الباق ولا ما فيهاش هناك يضروع على فرنسا ماشي على دول أخرى لأن فرنسا هي اللي مجروبة دابا بهاد المرض هذا فقلب على البلاسة تكون فيها مزيان باش ما تكونش فيها المرض بطبيعة الحال القيام بمعاينة هنا دا بعد ندخله خلال السفر كيفاش تتصرف خلال السفر على حسب وزارة الصحة فالقيام بمعاينة عامة للغرفة مع التحقق من اللحامات والفاجاوات في الأتات والساتائر يعني إجراء معاينة للسرير القيام بإزالة لإزالة ما بين الفراش والكاما ما بين الملطة والكاما والفاجاوات في الأتات والساتائر كذلك في الرواقات والأتات في الكنابي في الصفة حاول تتأكد ما بين الملطة والفاجاوات يعني في ذلك الفاجاوات إجراء معاينة للسرير القيام بإزالة الملطة يعني لإزالة الملطة لأتات المحيط القريب لا كان شي كرسي قريب على السرير تهوة تشوفه الخيزانة يعني المريوت تفتحه تشوفه مصابيع بجانب السرير يعني هاد هاد هي يعني شوف شوف فيها ستائر ذهر اللوحات القيام بمراقبة العلامات السوداء الدالة على يعني تامارة والسلام يعني هي مدخلوش من المغرب والصلاة على النبي آثار البيت الصغير يجب أن تشوفوا شكل البيت يعني الله إله موهم هي نصائح قدية الوزارة الصحة ولكن الواحد صعيب يعني يتنومس مع الرأس دياله إلا لكن هذا السفر هذا يعني عنده ضرورة هنا داخل الغرفة فتجنب وضع الحقيبة أو الأمتعاء أخرى على الرف الأمتعاء على الأرض تحت السرير يعني الأمتعاء ديالك خليها قريبة ما عرفت شي مدعم لها في الرف مدعم لها تحت السرير مدعم لها فوق السرير موهم صعيب الأمتعاء مغلاقة وبعيدة إن أمكن عن منطقة النوم يعني بعدها على الكامة يعني الباليزة ديالك خليها مسدودة وتكون بعيدة على الكامة وبلفيها في أكياس بيضاء كبيرة إن أمكان يعني حاول تحشيها في ميكاتها هي باش بوضع الميكات تكون بايدة باش باش إلا كان فيها هذا المخلوق هذا تشوفوا تجنب تخزيل الملابس والأشياء الأخرى في أدراج الخزانة لا تستعمل شي الماريو ديال الأوطي اللي انت فيه وضع الأحذية في الخارج ليلا على الشرفة على سبيل المثال الصبت لا تخليش إن داخل وش ميدخل شو اللوتك لبخوش خليها على بره تخزين الملابس المتسخة في أكياس بلاستيكية مغلاقة يعني الحواج اللي بدلتهم فعملهم في واحد بلاستيك وخليهم أبار وضع حقيبة السفر في أكياس بلاستيكية كبيرة عند عدم استخدامها مرة أخرى سوف نرى من اللي سوف يترجع من اللي سوف يترجع عند العودة إلى المغرب ترك الحقائب خارج المنزل مع القيام بتفريغ الأمتعاء على أرضية فاتحة اللون مما يسمح بمعاينة بدقة وبشكل منظم بحثا على البق ديال الفراش يعني من يترجع بحالك للدار المغرب فحط الحواج ديالك فوق شي حاجة شفافة يعني لون فاتح بار رغم ما تدخل من الدار وبداك تفلي الحواج وتقلبهم وشوف واش عندك شي بق في ذاك الحواج ولا لا وضع أكياس في ملابس بلاستيكية معلقة بإحكام وقع لإدار خارج المنزل ومن اللي تتأكد وتشوف بأن ذاك الحواج ما فيهم حتاش حاجة فاعملهم في ميكا وغلق عليهم ودخل من الدار إفراغ محتويات الأكياس في أسرع وقت ممكن في الغصالة أو المجافية باستخدام داكي الحواج داكي الحواج داكي الحواج تحشيهم في الماكينة ديال الصابون وصبنهم بسسين درجة مئوية والمدة ما تقلش على ثلاثين دقيقة يمكن أيضا استخدام الميكوات لإبادة بايد باقي الفراش أو حرق بعض الفراش الزاح عن طريق كي المنسوجات المهم يعني الميكوات بلانشين مزيد الحواج مباشر حرق إذا كانت بيطات أو البخش أو البخش تامارة دا بناء غير كان عاوذ لكم الشروط وعيدة ما تتبقت هذا مهم انا لا تتبقوا هذين هم نصائح وزارة الصحة المغرب بالله يعطيك الخير يخرج الأكياس دي القومة ما إلى الخارج أسرع وقت ممكن مع الحرس على طيها وتجعيدها بلطف القيام بتنظيف الحقائف في حوض الاستحمام الخاص في حالة السفر بالسيارة مع تنظيف خصا جزء الداخلي يعني لا سفرت بطونو بير خسلا مزيان لا سفرت الماليطة يقول الحمام وخسلا مزيان مجنسة كهربائية دي السيارة مجنسة كهربائية نضف مزيان السجدات الأرض يعني لاخر الشتي ما تجبناش الفيروس هذا هو اه هذا هو المعنى دي ال وزارة الصحة اللي تحاول تعمله ما قندرينش يشدوا الحدود وفي نفس الوقت يعني كي طلبوا من الناس انهم ما يجبوش هاد المخلوق هاد للمغرب هنا بالنسبة لإلغاء الرحالات فرنسا كان واحد الإدراب ديال النقل عام يوم تلتاش اكتوبر اه فالناس اللي مسافرها صورت دلبان نهار تلتاش اكتوبر اليوم احنا تسعود نهار تلتاش اكتوبر كان واحد إدراب عام في فرنسا اللي غادي يأثر على الترن وعلى اه الميترو وكذلك على اه شركات الطيران فالواحد يحضي التليفون ديالو يحضي المساجات ديالو واللي مسافر معاشي شركة يدخل الموقع ديالهم ديال السفر ويشوف ديال الشركة ويشوف واش عنده رحلات ملغية بحال ترانسافيا متلا ما يكتو عنده رحلات ملغية ركت عملات مال اير فرانس رايان اير خلاص حد المرة وردكم كيف تشوف واش عندك رحلات ملغية ولا لا فبالتاني اه نهار تلتاش في شهر عشرة كان واحد إدراب كبير اه في اه فرانسا اه فالواحد يشوف قبل ما يبشي المطار او لا يتأكد في الموقع ديال الشركة واش كين ذيك الرحلة ولا تلغات حسنا نصلت لخط ديال الفيديو ديالي شكرا متزاف لحسن المسابعة كما دائما ويا فيديو قادم ان شاء الله الرحمن الرحيم